فضيلة الشيخ هذا السائل يقول يتداول الناس في بعض الأحيان أحاديث في عبر الجوالات ومنها هذا الحديث من ترك صلاة الظهري عوقب بعشر في الدنيا وعشر في الآخرة ومن ترك صلاة العصر عوقب بخمسين سيئة هذه الأحاديث التي تردد شيخ هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الحث على صلاة الجماعة الصلاة في وقتها دون هذه الحكايات والوعيد الذي لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم